قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن أنها ستعمل في قمة مجموعة العشرين في الهند على حشد الدعم لزيادة موارد الإقراض لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدات الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات العالمية المتعددة بما في ذلك موارد الحصص الجديدة لصندوق النقد الدولي وصلت التائيل الضوء على التقدم الذي أحرزته الجهود التي بذلها البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى خلال العام الماضي لتوسيع موارد الإقراض بشكل كبير والمساعدة في معالجة تغير المناخ والأوبئة والأزمات العالمية الأخرى وأضافت أن التغيرات في الميزانية العمومية على المدى القريب قيد الدراسة ويمكن أن توفر 200 مليار دولار إضافية على مدى العقد المقبل ترجمة نانسي قنقر